تدشين آرني سلوت مدرباً لليفربول بحث عن خليفة لمحمد صلاح في خطوة استراتيجية لتعزيز صفوف الفريق بدأ المدير الفني الجديد لنادي ليفربول آرني سلوت رحلته في البحث عن صفقات مميزة تقوم بتدعيم الفريق في الموسم القادم تم تأكيد تعيين سلوت رسمياً كمدرب للفريق اعتباراً من الأول من يونيو بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين والحصول على التصاريح اللازمة وفي سياق متصل يتابع ليفربول باهتمام مهاجم أيندهوفن الهولندي باكايوكو ويرى فيه خليفة محتمل للنجم المصري محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن على المدى البعيد بينما يستمر صلاح مع الفريق في الموسم المقبل إلا أن النادي يعمل على التخطيط للمستقبل خاصة مع تقدم صلاح في السن والذي يتجاوز الأهل الثلاثين عاماً مما يجعل الحاجة ملحة لتجهيز بديل مميز